احنا محتاجين ان انا بعتلك ايميل بخصوص الاجندة اللي يعني تكون نيت ما بين الاسبيكورز وعايز يعني دانا كانت قالت انها هتكتب ولا هتعمل بريزنتيشن على اليوكريست في تعالين كيرولوس الكبير وقالت انها مستعدة انها هتتكلم في البابتزم كمان فانا عايز اشوف حضرتك عايز تتكلم في ايه وهتكلم على الباقي بس انا عايز اللي يرد عليك انا انا هتكلم عن ديفيكيشن of the humanity of jesus and our participation in that humanity اوكي انا بعتلك المحاضرة مكتوبة بالانجليزي واللصوص اليرانية قبل المؤتمر مستعدة انها تتكلم في البابتزم كمان انا عايز اشوف حضرتك الناسة ايه و اللي فاتح يوتيوب معلش يافل اليوتيوب لو سمعتك اه 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 انا انا هتكلم استاذ فهد معلش اعمل اقفل اليوتيوب نعم اقفل اليوتيوب اه ام and participation in that human اه اابعتلك المحاضرة رامز مكتوبة انجليزي واللصوص اليرانية ايش ثانيا واحدة ادوكتر لازمع في الميكروفون تاع السفل لان اه اه اكيد حسن اه اطرد ابعتلك انجليزي واللصوص اليرانية ابعتلك العنوان الانه ارضه بالليل في الايميل اوكي بس ان شاء الله الايميل بتاعي تصلح لانه بيستقبل ما بيبعتش وده شيء غريب جدا اوكي انت حضردك عندك ايميل تاني اللي هو اه اه معرفش ايه حاجة اكبر لا اه ده لما اكون اعوز عاكس الناس يعني اوكي علي اكبر ده الحاجات الاسلامية اه علي اكبر الحاجات الاسلامية بس اوكي الحاجات المسيحية باسمي اوكي رامز سؤال صغير اتفضل دكتور رامز احنا عايزين نطلع في النيوزليتر بتاعي شهري ده خبر عن المؤتمر بتاعك اه ياريت فهل اقول اللي عايز تفاصيل يتصل بيك ممكن بالايميل احط الايميل بتاعي اوكي لا اكبر وبعدين اعاوز اقولك الحاجة رامز يعني لو كل متكلم يقدم مكتوبة بتتنشر كلام خطير جدا اقترحت الكلام ده وانا قلت لها اخليها كبريزنتيشن مش هنعملها لان معظم الناس كمان الاتنشن سبان بتاعها وصير فقلت لها اشوف انت شاطرتك الاتنشن سبان عبارة عن 25 مينتز فممكن ادي لكم ساعه تتكلم الاوكي اترك انه هوا بعد حتى نصي ساعه الناس ساعة الناس ستتمتل الوصف اه، بس هذا قوة المقتمر فيما ينشر حتى ما متقلش ممكن تنشر الكترونيك يعني حتى مش دروي اوه طبعا على موقع مثلا سانت مارك او على المواقع الابطية كلها حط المحاضرات مكتوبة دي تغزي الفكرة اكتر من يعني انت مثلا او جبت مية انا استغربت جدا من الحصائية قد لنا من جوجل عارف فيه كم واحد زائر لموقع الكبتوليش في السنة كم خم حضايك بتغيري كنت قلت في الملايين مليون وست ومية فالكلام اللي بيتقال يعني سماعا الكلام المكتوب كم مكتوب ممكن ترجع له مرة وطين وثلاثة واربعة وبعدين بعدين يعني انا كنت مفكر كمان انت تعرف الاب مش ايه لنجم عكليفورنيا عارفه يعني لو لو تدعيه ده يكون كويس او على فكرة ده يعني لو تدعيه بالطبيعة ويخريجي البلماند حضراتك تعرفه شخصيا اه تقدر تهزمه بالنيابة عنا اوي عنايا ياريت عنايا لان يعني انا يعني شوف بقولك كلفت مجد بيباوي اللي هو بنشور الكوتب بتاعتي اه البنت اللي عاد عالتليفون مش عاوزة توصنني بالنيابة الأسكر تقول لي سيب لي رسالة ثم سيبت لي رسالة قبل كده يا بنتي ما قد علي قلت يعني لو جات لي رسالة عن طيق مجدي او يمكن ايه ايه ممكن يقدر يوصنه ليه هو مش مكنم خضرتك اما نشوف انا مستني يعني انا مستني بس يعني كما فهمت من مجدي ان الاساقف اللي جيين امريكا بياخد اذن البترك انا ما اعرفش دي بقى تمشي ازاي اه في اللي بيجي من غير ما بيقول كزيارة بيسموها مش زيارة رعوية انما بيجي يزور الناس كده عادي فيقولك انا دي مش بحتاج فيها ان انا استأذن البترك وبيجي بيلفوا عالناس اخدوا التبرعات بتاعيتهم والكلام ده كله هو ليه اخ هنا على فكر اما بيمنوتس في كاليفورنيا على فكر هو احنا لو قولنا انه هيجي يزور الاخوه مش محتاج ان هو يستأذن فيه علي اخبار ابونا بادير المهار ايه مفيش جديد لا جديد والاسكف الجديد كليماندوس لعمونتريال اسمه ايه كليماندوس ده من دير مارمينة طب ابونا كورلوس عامل ايه مفيش جديد هو نفس الكلام اللي نقبل لحضرتك ومفيش غير كده الله يساعد ما يساعد يكون معنا بخصوص الموضوع اللي تكلم الموضوع اللي تحب تتكلمنا فيه احنا كنا تكلمنا على ما يقبل طب ال ديفاين لثم من من اخبر مره ما يقبل طب الكلام بكتابة الحقيقة اسمه إنه الإيقاني للأيكومية الضبط. مكلمة على الإيقاني للأيكومية الضبط. مكلمة على الإيقاني للأيكومية الضبط. سألتعطي من طلال الهجوم بسرعة مكومة. مكلمة. شكراً لك. introduce to be a mish in the name of the father and the son and the holy spirit our god the holy notre and eternity be blessed forever amen it is important for us to notice that the verbal المترجم للقناة في حق المحر الكبير من بعدما ل Given the Five Letters to Sir Rabiot عن النهولة في سرق الأول مادية وعق المنصد في نهولة في المقارب البيت عن النهولة في سرق الأولى من أنذن بسبب المترجم نجد من النهولة إنه مجرد من الإسجال with God it's a free choice we choose we trust and in both ways we communicate what did our Lord Jesus Christ establish for us forever the two great Alexandrians whom I consider to be the two great pillars of orthodoxy St. Athanasius and St. Cyril presented us with the Alexandrian tradition that the incarnation provided creation with a stability eternal stability that was lacking in the first creation in the first creation man was created with a free choice capable of choosing life and death and he did choose death but in the second creation the choice is between life and eternal life life in its biological form life as we know it in its natural manifestation its essence but has been re-established by the union of the divine and the human in the person in the second person of the Trinity our Lord Jesus Christ this is quite a good way of saying that the new creation in Christ Jesus can no longer turn back to the old way of life not because it has been deprived of freedom of choice but because it has been confirmed and established in Christ to be established is a way of saying also that Father Son of Holy Spirit dwell in us it's very revealing when you read the Greek and the Coptic compare them with the English that whoever eats my body and drinks my blood in English they say will be confirmed be established but in the Coptic it says actually he will be in me it is a state of being of course with freedom but freedom that has the vision and the grace to choose the eternal this is the economy of love you have a creation that is in the state of being able to throw itself at the pit of death now you bring it back to life and you give it a grace and confirm it establish it eternally in a new way of life that is a gift from God and a life that is from God and this is the infinite love of God for humanity we really need to look at the patristic commentary on John 17 and more important to look at the church as the body of Christ we are members of his body of his bones and of his flesh in Ephesians chapter 5 to be members of the body of Christ and to be in the Father Son Holy Spirit to imitate not by seeing or in a moral way but to imitate the triune love which we receive it is an ontological change in us we are giving that grace by the hypostatic union a term that has been used by Saint Cyril it doesn't appear in Saint Asanasius it appears but not under that particular term he speaks in the four four discourse against the Aryans and before that in the his book on the incarnation and before that against the heathen and say emphatically that creation has been sustained from the very beginning by the Logos the Logos provided creation with existence and planned the course of its life he uses in a Christian way the Spermaticus Logos the seed of the Logos that is in us that seed in the Stoic philosophy works by itself it is the nature but in Alexandrian theology and before that even in Justin Martyr and the other fathers this is the seed of the Logos in creation provides understanding wisdom perception and helps every creature to touch and understand the boundaries of his own or her own existence so our relationship with the Logos at a natural cosmic level has been always maintained by the Logos creator now it has been reestablished and made and given and given the grace of eternal stability here is the divine love three important qualities that has to be in our understanding as the infinite love of the Triunga number one very clearly that the love of God for his son is a love of an incarnate son not just a son without the body that when we see and read that the only begotten became man or John 3 16 that God so loved the world that he sent his only son it is actually that love of the father for the incarnate son from the incarnate son that love is extended to creation to us obviously to believers in Christ Jesus as Lord and Savior but extends to all creation there are two levels one that is personal for those who believe and one that is a revelation of the divine love to call creation to come back to participate in God and to become members of the body of Christ the church but when we read carefully the fourth fifth century especially since that term perichoresis the mutual indwelling is my second point the mutual indwelling is the Son of God took our humanity united that humanity as Anasios says took with him and in him to heaven moved to the heavenly level of life in order that from that heavenly level it will shine forth and give those who participate in Christ the same specific relationship with the father the unique son of God the only begotten he moves in the mutual indwelling between the father and the spirit and with him comes our humanity our humanity which is the humanity of Christ and the church also what is special about the son is to give us a special place as children of God the great gift of adoption it is a gift that is so important for us to know and to receive the implication of that grace is huge but just one element for tonight maybe next Tuesday we can extend the meaning of the grace of adoption because we are children that is Galatians chapter 4 verse 4 to 6 God sent the spirit of his son crying in us Abba Father so we are received by the father as he receives the mediator and the head of creation and the high priest and the sacrifice and the savior and the good shepherd all these great christological titles are above the specific love of the son which he shares with the father he receives us through that immense love it's a unique love it cannot be described in words that is actually a fact it is beyond our expression but we receive that through the son what is specific for the son becomes also specific for us the uniqueness of being the children of God it is this relationship that ended the mediation of the law of the Old Testament and brought into our life the great gift of the Holy Spirit something so dear to Paul that he focuses attention on that particular theme in Romans in Galatians in Colossians and in Hebrews these four letters need to be actually studied in depth in fact the more we read Hebrews the more we are able to understand why we have an eternal new testament or new covenant testament is the old word which means covenant it's a new covenant better eternal it is what the mediator brought with him it's not like the old one under the law to free us from the law is precisely the privilege and the prestige of the children of God number three we as Christians drawn into that divine love which works for our own progress more important is the fact that defined for us what later on in the 16th century under the impact of the reformation was known as the doctrinal grace grace is not a favor grace is the life of the son and the gift of the spirit we have to say with maximum clarity that the theology the bad theology of all the heretics is to convert reality into words words that are meaningless because they do not correspond or even point out to anything that is real in existence but it is existence of the mediator who gave us a reality that is so great so unique that allows us to look back at the Old Testament and to see in the Old Testament the work of the Creator and here is something great and magnificent the word of God gives life truly but life under the Old Covenant is enlightenment distinction between good and evil but the word under the New Covenant gives us enlightenment and a realization of the new revelation of Jesus Christ our Lord and Savior and as the one who said I am the life and the resurrection it's no longer something we work it out with our mind and our consciousness the word of God gets into our being and through it the spirit works to illuminate our being of how we are the great children of God so the difference between the two covenants is actually great it's too great to summarize it in one lecture but it is important for us now to look carefully that the head of the new humanity is God incarnate not God and us brought into relationships through our covenant as the Old Testament no we are drawn into a mediator who is God and man at the same time and that relationship is not really external it's always internal and eternal so as we move in the pericresis get a taste of the divine love live in the kingdom of God Paul in the very bold words that echo the words of the Savior himself where he says in Romans 8 co-heirs of God not because God will die and inherit him but we will inherit the eternal kingdom of God which is manifested in a mystical way in our liturgical life where we enter into the Eucharistic service and sing with them the triumphant song of victory because we are in the presence of Father Son Holy Spirit and we are facing the indigenous Jesus Christ so this infinite unique love has been given to us in the life of God I really want to warn you I have been drinking that bad water for too long there is no divine life plus attributes this is the Middle Ages when we speak we speak of power grace authority wisdom all these are very personal manifestation of the life of God if we call them attributes just for clarification we have to be sure that we are talking of something personal it's not a person to whom added attributes no it's a person whose attributes reveal him as a person the uniqueness of what we call holiness wisdom love power authority whatever are the activities of the divine three not just the son but the spirit and the father also so when we come to God we are we are not dealing with attributes these are middle ages and some of our bad mistakes we are dealing with the persons the hypostasis we are dealing with the person and as we deal with the person we can see the power when Paul see 1 Corinthians chapter 1 says that the weakness of God is stronger than the power of men because God was crucified on the cross and the ignorance of God is better than the human wisdom the human wisdom is the Sophia is the schools that were permeating the life of the people at Corinth with obviously Gnostic tendency and Paul said no the gospel is stumbling block for the Greeks actually scandal scandal in the Greek scandal they need you know the Jews want a sign or a miracle and the Greeks seek wisdom but the cross is stumbling block scandal scandal of the cross is precisely God is not working through attributes no that's terrible mistake but God works the person and from his work the person we can see attributes sometimes contrary to what the philosophy and the Middle Ages actually are saying that he died certainly in the most dishonorable way on the cross but that is the power of God and this was a way to abolish our death and that is foolishness that is one of the main lines that runs through Corinth and even Colossians it's great great pieces of work by Paul so the infinite divine love of God is to bring us from our decaying life to our divine life and here is the most emphatic way of saying all these great gifts are given to us that's the gift of the life of God himself without any sense of being worthy or being able to receive them because of any good in us it's a revelation to the sinners the beginning of the gospel of Mark chapter 1 our Lord is quoted by the evangelist saying time has come to fulfillment actually comes to an end repent and believe in the gospel believe in the good news the good news that is the good news preached to the broken in the sermon of the mountain to the poor in spirit to those who are called to reverse the social behavior that was expected by them and from their own appears in the Jewish society of being nasty to those who are nasty and eye for an eye and a tooth for a tooth but now love your enemies bless those who hate you why is that to free ourselves from the shackles of the slavery to our biological existence which has inherited its self defense from our own mortality so my dear brothers and sisters if you ever hear this message always think of how this plan of love is working for us God does not look at me according to my deeds but looks at me as an heir of the kingdom we know our faults our sins our wounds we know them no one can hide but we are not to watch these through our personal attitude ourselves we need to look at the source of new life at the gift of love in Jesus Christ and in our spirit because if we don't we remain circling around ourselves as we say in the old Coptic parable an ox who is tied to a wheel will walk about 12 miles a day that remains in his place doesn't go forward the more I focus on what is negative in my life the more I lose my courage the more I become disabled the more I cannot love the more I become loaded with guilt but the more I look at God's grace to me to the broken to those who are in captive which was a great announcement of our Lord at the synagogue of Capernaum in Luke chapter 4 which why he was anointed that I had been anointed because the spiritual Lord is upon me in order to preach to the captive to release to preach to the poor to release the captive they did not ask for it but they have been given the grace may the Father Son Holy Spirit be glorified in us and may we in the boldness of the love of God come forward casting our fear and our doubt and our self attitude stretch force our hands to receive the indwelling of the spirit of love in us which has been promised to us by our Savior to him be glory of the Father and the Holy Spirit now and forever amen 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 تعيش يا doctor انا استأذى اللي عمدي عنده ضيوف لازم اعشيهم حسنا حسنا thank you so much for tonight doctor والحكومة الحكومة هربان يا مختيك لا دليلة واحدة أبويا وبعدين بعدين حاليخسر الصحون ووكر الضيوف اه وبعدين جم من دقيقتين اه فلا سابتلي تعييه يا حبيبي سابتلي تعيياتك تطبق كذا وتطبق كذا وتطبق كذا يعني برضه تحت تحت سلطان الشريعة ما علش؟ يعني الليلة واحدة على اقل من غيرها لا لا ليلة مين؟ خرج تزيد مع صاحباتها الستات اه ولولي tonight is women's night اه you are not wanted تانكيو تانكيو وهو اصلا اسبوع ده كمان جاي الفاظرز دي عندنا في امريكا جاي عندوكو في كندا عندوكو؟ عندنا في كندا بس احنا عندنا يوم عشرين متائج مش الحد اللي جاي بلي بعدين وبعدين فاظرز دي وانت بقى شوف اصحابك الرجالة وروح ملوي اعجبك فاو بس تازم روح اوكل الضيوف يا اتفقدة له دكتور هسيقول لك بقى ده زي الجماعة الأسيطة أول ما يمسح البلح حاته يقول له حسيت لعواد هز النخلة نزل البلح للضيوف هو الضيوف جايين مسكين من الغطاء يموت من الجوع فياكلوا أكل البحوش بغير ما يمسح أول ما يمسح البلح معناها أنه شبع أول ما يمسح حاته يعني خلاص مش هيكل تاني يقول لك بقى اتعشى اتنام خفيف أنا عراي أنا أنام خفيف أحسن ما اتعشى وبعدين تحصل لي مشاكل بقى السلامتك المشاكل يا بقى بقى أنا كنت عند الدكتور يوم الاثنين دكتور القلب يوم الاثنين بارح وكان عنده تقرير من بتاع الانتنار ميليسين لازم يشور المرارة انت طيب الدولك الدولك مع هذا المرارة دي؟ لا طيب البارك مدام الكبولي ستينتس ما يقدرش يمدده علي البعض ثلاث شهور من تركيب من الستينتس مم فعلى أخر يوليو وعلى أول أغوصص يعني مهاج عندكو كندا هو بيضحك معي قال ليه يقول أخي الخرفان والبقى والجموس ما عندهمش مرارة قلت له الله لو حدتك دكتور بطني ودكتور بشري راجل لطيف يعني دا ما بفتحش بيحط مش عارف اسمه ايه اسم كده حاجة سكوسك مش عارف فبقول لازم تشال هي دي عملك المشاكل حتى في قلبك وبعدين الدني دا عم جدا امجد ابعتك اسمه بالانترنت ولي دا ممكن يعني واجع المرض اصلي واجع فظيع الفكرة خفي في واجعك شوية لكن خليك مؤدب وخليك راجل حريص يا عم انا ما باكلش فبعد 8 سنين في الكلاريكية 5 سنين في جامعة كامرش عاوزنا اكل دا الماسترد والسمك والفرنش فرايز والعيش كله بتعم واحد فيش فرق صدان واجعني بعد ما قدت في الكلاريكية 8 سنين هروح تجامعة كامرش خمس سنين ها عاوزنا اكل اكل اكلة اكل انجليز اللي حاليه بتاكلوش لكنها طبعا تكون اجي من محاضرات ما يتيم من جوع منك ها حتى بعد ما قيت مدرس هناك لازم اتعاشش مرة في الاسبوع فكنت قارب على قد ما بقدر ها ما يتاكلش صداني عارف الكاسترد دي اللون الاصفر بي ها 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 طعمها طعم السمك طعم السدان باي السمك والفراي فرنش والفرنش فرايز والعيش وكل كله طعم واحد ها و嫌 وبعدين لو مكا definition حيا فاكن اللي عمد يا تطعم ضيوف которCU لسلامتك من كل شيء يا داكتور مش شديد من الغاز يا انا ما باكلش مرألة ايه بس يا رب دي انا ما باكلش وبعلنها يا عم الدكتور امجل خلي ودنك معي انا اخوك الغلبان عندي 75 سنة في حاجة اسمها بابايا انزايم يا دكتور امجل بابايا الفجة دي طلعه من الانزايم ناتشرل بيقول لازم تاخدها لحد ما تيجي عندنا نفتح بطلا كشير المرأة اسمعت عليها؟ لا ما اسمعتش عليها دي دكتور هضعر عليها او لا اسمه بابايا يا دكتور جورج الانزايم اللي من البابايا اسمه بابايا بيساعد على هضم البروتينز البروتين مين يا عم احنا قينا لا اكل عيش يا دكتور ام هتاكل الهوى بس يا دكتور جورج انا على فكرة عايش على الشربة والرز والا انا اول مرة عارف نجيبنا القريش اللي هي الكوتش تشيز دي كويش اللو اوي طبعا ما فاش فات بس ملاش طعم يا دكتور امزي حط عليها ملح ولمون لا دا ممنوع من الملح ملح 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 اوه حط زيت ولمون اا لا ممنوع من الزيت فيجداب لاويل ليه ممنوع حط زيت زيتون ممنوع شو؟ ده لا لا ده الحكومة هنا يعني الله ماوريك ولا حكمة عبد الناصر فلا لا وعيني يعني قططة الجرانجات عندنا مبارح تيجي يعني تاكل راتبو كلا حططلها كوتش تشيز شمتها ومشيت بدار الفات ها هتطلعها شوية معلقة كوتش تشيز انت كلها فشمتها كلا ومشيت محاجمتها شوية كلب الجرانجة بص فيها ما شميها شعب يا علي الله الرحمة انا همتشكر محبتكم وهيعتصال على ربك يا دكتور جورش ولما يجيلي خبر من بابنوتيوس هنديلي خبر تايش يا دكتور ان شاء الله يعني مجد بباوي يقدر يتصل بيه ويكلمه او ممكن يبلغ له الرسالة مش ما يطلبكش عشان يشتكي وبس ولا علشان يعتذر وبس ممكن يتكلم يعني عشان حاجات تانية يا رامز ده انا بسمع حكاوى من الاسخفى من الاسخفى تحس انك انت في بنكرى العصابة عصابة ده مش ده عصابات بالتاجر تدقني يعني انا هقول لك كلمة اللي قال لي انبكرولوس تكتبها عندك العرب والانجليز ايه قال لي يا ابني الكنيسة زي الشمس هي تدفى هي تاخد ضرب الشمس وتموت هي على ضغم صغر سني الكلمة دي انا فاهمها صدقني يقول لي زي يقول لي تطلع في الشمس هي هتتدفى هي هتاخد ضرب الشمس تموت الكلام ده قاله هو بطرة فقول له يا سيدنا يعني انت بتقول الكلام ده وانت بتقولك قال لي بطرة الكنيسة مين هو انا حد باسمع كلامي اهل بس انا قال لي اسمع كلام ابوك ده الكنيسة يابن زي الشمس وقال لي انت زعلان من فلان وفلان كان اعرف طبعا ده انا اابوني برنابا اابوني اسداروسوا في الدير برا مصر جابوا الخلاجات بتوع والورج والكتب ورقبوهم من فقصوا في الدير وضربوني ضربوني عشان مرجعش الدير فخرجت شايل شيلة ومشيت على طير ريست هاوس مش عارف اروح فين وقال لي وانا قاعد بفكر في الريست اروح فين فافتكرت كلام الله عن إبراهيم خرج إبراهيم وهو لا يعلم اين هسا واحد هو ابراه عربية قال لي وراح فين يا ابونا قال له مش عارف انا مش عارف ازاي تعال معي على مصر على مصر على القير غاد مزل مصر وقال لي اروح فين ايه تاخد بك ضربة شمس وتموت فانت تحب ايه؟ موازل هي اتدف احسن انا اصلي عندي هنا اسيس ارتوديكسي ابطي مطروض من الكنيسة قاعد عندي في البيت بس هو فوق في القلاقة بتاعتي فوق من السماني لازم راح وكله فقلت له نفس الكلام قلت له انا ابونا ده بطلالك عمل فيك كده ليه؟ لان يعني شمس بتاخد لك ضربة اه وبعدين قال لي ايه؟ قال لي شوف يا ابني عدو الخير بيحفر حفرة الكراهية والبغضة ما تخليش حد زقك وقعك فيها وقال لي اللي زقك ممكن يكون قسك ممكن يكون من ايه كليروس واخدعك العدو الخير لان شايف واحد قدامك المفروض ليكون خادم وهو حليف للشيطان ايه واحد تبغضوا للا تسقط في اه حفرة الكراهية والاعدو والبغضة وتبقى مع موجود مع اه قوات الظلم وده اللي جاب كتاب البسغة وخلوها انا حفظت العازة بتاع السمان ستة الرسولي ان يبتغل في ساعة الاثناشر يهب بتاع الجمعة العظيم الجمعة الكبيرة ملازمة اه الاصفار والتغزيع من جسد رب الدم واقول لك مكتوب في الاصفار المقدسة اذا كنا بتمسكين مكانكم الله ما انطقوا على ناقوات الظلم ده صحيح واقول لي اهو بداية ده عاوز ايكفر حفرة اللي يسلمك في سلامه انت متروحش روحش فخلي بالك يا رامز ايها تاخد ضرب الشمس وتموت احنا عاوزينك ايها تدفع فانت انت تحب ايه انا انا متأكد ان طول ما حضرتك بتعلمني وتقول لي ان انا مش مش لا لا مش حضرتك اه طول ما انت واقف في شمس البر وفي اجناحاتها اشتباء انت كويس تنقي على ناحة تانية قوات الظلمة دي مين يا درشيل ايه غير المسيح ايه وبعليل خد بالك في كل السنوات اللي فات دي حتى في الصراعات اللي مرت بياه بالامان يا رامز حتى المكتب ضد امبت شوي ببعت الكلام لتلاتة اروب ام اعاوزكم تشوف اذا في اي كلام فيه غضب او فيه زعل مع الراجل شنو بتاعات الكلام يفل الطمع يعم لان مش اعاوز اقع في الحفرة بتاعت البنس يعم اروح فين اروح فين يعم معلن سلام يا محبة سلام يا دكتور سلام يا عم الدكتور سلام يا عم الدكتور سلام مزيلا سلام يا قهر سلام يا salد اشتركوا في القناة